لو انضمت لصف المشاهدين لدقيقة او لأقل من دقيقة هطرح تساؤل بس مشرائي لو اي فئة من المواطنين عملوا واقفة احتجاجية ومنعوا بعض الموظفين من هم يخشوا عشان يمرسوا عملهم اليومي هل مش هتطبق عليهم قانون تظاهر وحضراتكم بقى اعتقد الاجابة ممكن تكون موجودة عندكم بعد الكلام اللي اسمعناها طيب خلينا نروح الى شأن اخر ولكن ليس بعيدا عن وزارة الداخلية وزارة الداخلية زي ما يعني البعض بينتقد بعض الملفات وبعض الممارسات الا انه ما فيه شك انه رجالة وزارة الداخلية رجالة منهم اللي بيدافع عن الوطن ومنهم اللي بيستهدف من الجماعة الارهابية وللأسف الشديد ده اللي حصل النهاردة النهاردة شارك من ساعات قليلة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة واللواء عناني حمودة مساعد اول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتة واللواء محمد عماد الدين سامي مساعد وزير الداخلية ومدير امن البحيرة وعدد اخر من القيادات التنفيذية بالمحافظة شاركوا جموع مواطني مدينة رشيد في تشييع الجنازة العسكرية من مسجد العباسي بمدينة رشيد لشهدي الشرطة الذين استشهدوا صباح اليوم بتفجير اوتوبيس تابع للشرطة بالقرب من اناطر اتفينة الاوتوبيس يعني حضراتكم شايفين اللقاطات موجودة قدام حضراتكم التحريات كشفت انه كان فيه عبوة ناسفة انفجرت في الاوتوبيس الاوتوبيس ده كان بيقل افراد شرطة وليه خط سير يومي معروف بينقل افراد الشرطة من مدينة دامنهور مرورا بمركز المحمودية حتى مدينة رشيد المجهولين زرعوا عبوة ناسفة عند مطب صناعي اللي موجود على خط سير الاوتوبيس ده العبوة ناسفة دي انفجرت انفجار هائل وللأسف كانت ممتلقة كمان بالمسامير انفجارها ده ادى لاستشهاد الشرطيين اللي شريعت جنازتهم النهاردة وقدت ايضا لاصابة 24 اخرين من من كانوا يستقلون هذا الاوتوبيس بنتمنى لهم جميعا الشفاء العاجل وبنتمنى لأسرة شهدي الشرطة الصبر والسلوان